مفاجأة من العيار السقيل يفجرها والد الفنانة ياسمين صبري ويعلن تبرؤه منها حيث نشر على حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلا انا الدكتور اشرف صبري طبيب ضمن فريق محاربة كورونا الان ابن اللواء متحد صبري قوات بحرية اعلن تبرؤي من بنتي ياسمين صبري التي ضربت بعرض الحائط كل الاصول وسمعة العائلة والتي لم يتم خطبتها مني ولم يقابلني احد لا انا ولا اخوها بلال واني اعيش في الاسكندرية ونتبرأ منها عائليا واولادي تبرأ منها بسبب تصرفاتها التي اهانتنا جميعا واصبحت لا تمتل الى عائلتنا بصلة وما دعته بخطبتها لهذا الشخص هو كذب ولم يحدث ان قابلنا احد وايضا في نفس الوقت تداول عدد من رواد التواصل الاجتماعي عبارات التهنئة منه لابنته ياسمين صبري فمن له مصلحة في احداث ازمة بين ياسمين صبري ووالدها وتعكير صفو فرحتها اليوم الجدير بالذكر انه لم يصدر حتى الان اي تعليق من والدها على هذه الرسالة يذكر انه تم عقد قران رجل الاعمال احمد ابو هشيمة على ياسمين صبري اليوم الجمعة في اجواء بسيطة بحضور عدد من افراد الاسرتين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة